المترجم للقناة الأحداث كتيرة وأنا في وسط الأحداث وفي وسط التسريبات اللي بتوصل لي وفي وسط المعلومات بحاول ما أطلعش كتير ليه؟ أقول لك ليه؟ أولاً قناة الجريء بتعتمد كمصدر رسمي للمعلومات يعني لم يحصل في طريق قناة الجريء منذ بداية هأننا قلنا معلومة مش مصبوطة ولما بلأمح بحاجة بتحصل بعض الفترة فأغلبية اليوتيوبات وأغلبية المتابعين المثقفين بيتابعوا قناة الجريء لأغز المعلومة والانتقال بها المرحلة تلك تاني حاجة وإحنا بنسمح بداية يعني ما عنديش مشكلة للوصول للمعلومات أن في ناس متخصصة أن هي بتنزل الفيديوهات وبتوزعها وبتبعتها لكبار المسؤولين وعلى كبار صناع القرار وبتحطها في فيسبوكات وبتحطها في جروبات معترمة وبتبعتها لقيادات الزمالك وقيادات وزارة الشباب والرياضة وده حاليا بالنسبة لي مش برفضه يعني ولكن هو مش قانوني ولكن أنا شخصيا مش برفضه لأن احنا مش قناة ربحية ولا قناة تنفسية يعني بنفسش حد يعني بنفس نفسنا في الجودة أنا بتكلم على جزئية بسيطة اللي هي قناة الجريء على اليوتيوب مش بتكلم على الزارات الأخرى بتاع مؤسسة الجريء العالمية بتكلم على القناة فاللي بياخدوا بيها زي المهمة المعلومة اللي احنا هايزين نقولها بتوصل لصناع القرار وبتصل للكبار وبتصل للمثقفين وبيتابعها كمان اللي هما بيتخيلوا ان هما في يوم من الأيام ممكن يقدروا يصلوا الى مرتبة قناة الجريء اللي ما بتقولش حاجة عمرها كذا المعلومة حتى اللي مش كده بنقول بنلمع بنقول حروف بنقول ممكن بنقول وصلة لم نتأكد كده ولكن في كل القضايا الكبيرة والموضعات الكبيرة اللي دخلنا فيها كنا الأسبق وكناه ده بحكم الاحترافية وبحكم التعريم وبحكم سموناوات الخبرة وبحكم الكلام ده فنبدأ حلقتنا مع بعض بنزكرة مستشار مرتضى منصور رئيس مجلسة النادي الزمالك الذي يكلس على مقاعد رئيس نادي الزمالك حتى اللحظة وبنقوله أين أنت من قضية نادي القرن هل تنزلت عن القضية مقابل بقائك على الكرسي؟ إنها قضية الشرف والكرم كمال قضية قهلة بقى أخبارها مع المستشار بقيتش تجيب سيرتها خالص بتدواهنا في سيد عباحفيز وبتدواهنا في اللعيبة المعارين وبتدواهنا في الصفقات التاريخية اللي بتفرح جمهور الزمالك دي بس كلام في الهوى وانت وانا في قواضي والأهل لازم يتخصموا ولكن هدون أهم قضيتنا عندنا على الفكرة أهم قضيتين يعني بالنسبة لي ممكن أهم من قواضية اللعيبة إن الزمالك ولات ولات باللعيبة كل ما تقول يا زمالك كل ما طلع أفضل نجومه واهف في القرى المصرية مهما عمل المغفلين الزمالك مصنع نجومه لكن في قواضي ما ينفعش إن احنا نتنازل عنها اللي زي ما أقول لحضرتك ويقول له جمهور الزمالك الشريف اللي بتدى تحرر في الموضوع دي قضية شرف وكرام لما رئيس النادي بطلع كل شوية وبيعمل كل شوية ومسك المايك طوله نارفو النادي وبرحته يعني احنا خلاص فاخدنا الأمر في أصلاحه واسقين برحته مش هنتدخل في الجزئية دي دي ما بتتكلمش عن قضية نادي القرى ليه؟ ليه بقيت متخلى عن قضية قهربة التاريخ لن يرحم وربك لن يرحم وجمهور الزمالك العظيم وعضاء الجماعة العمية لن يرحم نعمل نتكلم عن قوات كتير سخنة وجديدة وقصة اللعبة تتحجز على أمواله وإيه الحقيقة بتاع الطريق حامد التماثيل وإيه اللي حصل في المكتب المغلق مع أمير مرتضى منصور وإيه قضية المستشار الزمالكو اللي كان همسك الزمالك وبعدين قبض عليه حاليا في عضية قتل زوجته الله يرحمها ويحسن مسواها والله يفك كربه يعني هو المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن علاقته إيه بنادي الزمالك علاقته إيه بنتخبات نادي الزمالك إيه الفيديوهات اللي بتطلع التلميحات علاقته إيه مستشار مرتضى منصور قصة كبيرة فيها عك كتير ولكن نتكلم بشكل يعني ربما يكون أكثر وضوحا للوصول المعلومة الصحيحة للمثقف الوعي اللي بيفهم عظمة وقيمة قناة الجريء واللي بيستمع لقناة الجريء طالما أنت بتسمعني دلوقتي بأنت شخص محترم سواء أنت جاي علشان تسرع الأخبار أو تكتل تقرير لسيدك وتجراسك أو أن أنت تعرف الحقيقة أهلا بيك في أي وقت أهلا بيك قناة الجريء الموضوع اللي هنقول لك لا لايك ولا أقول لك شير ولا بتاع كلمتنا بتوصل وده هذا يكفيني في الفترة الحالية وإن شاء الله فترة قدما نقول لكم المشروعات اللي احنا أطلقناها ونجحت وأصبحت لها ثقل في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط فبعد مسألنا مستشار المتضم صورة عن قضية الكارن وقضية جهربة وقضية الشرف والكرامة في نقطة مهمة برضو الفيديو قبل الأخير هو حط فيديو أنه هو بيمضي على استمار التمرد وبيكتب عليها موادنا 30 يونيو أنا بصراعة ما كنتش موجود في مصر في الفترة دي ولكن طبعا بحجم الشغل الأعلامي فيه تواصل مع صحف ومواقع وفيه شغل كبير يعني أعلم أن اللي كانوا بيكتبوا الاستمارة ما كانش بيحددوا يوم عدد الصورة لأن الصورة ده موقع أطلقوا الشعب فمش عارف لأن فيه كلام بصراحة وليه الموضوع ده وليه المستشار المتضم منصور حط الحتة دي وهل هو فيديو مفابرك هل متركب حاجة على حاجة وليه هل هو بيزل الدولة ملايين المصارين عملوا استمارة تمرد كل وقت يطلع ويقول ما تمنى منه أو من الناس الدفع هل والأخوة المحترمين اللي كانوا بيلموا استمارة تمرد بيقولوا الناس وانتبتم دي أن فيه ثورة يوم 30 يونيو الموضوع محتاج برضه عشان الكلام في السياسة لازم نكون فاهميا أنا مكنتش موجود عشان كده مش فاهم اللي كان بيمضع على استمارة كان عارفين أن فيه ثورة في مصر يوم 30 يونيو المصاري المحتضى كده ما عادنا مع الثورة واللي هو المعدة اللي اختاره مرتضى مصور وهو مفجر الثورة ولو هو مفجر الثورة فليجلس على مقعد رئيس الجامورية الآن بدلا من السيسة إن احنا عارفين الرئيس السيسي هو يعني كل حاجة بالنسبة لنا كل حاجة للثورة ويعني فيه حاجات لازم تتفهم وإحنا بناء أسئلتنا لكل وضوح وكل الشفافية ومفهاش أي تواجم ومفشألة أدب ولا أمك ولا رعاة احنا اللي بيقول الكلام ده هو عارف نفسه وحسابه عند الله احنا كلامنا محترم وأدب وأسئلة مشروعة على فكرة كمان الجزء اللي تتكلم فيه دلوقتي بوجهه مع كل المحبة والاحترام والتأذير ومسر المطدر مصور برابع عليك ليه بقى برابع عليك عشان دايماً احنا في الصح بقول صح طول غلط بلقول غلط بس هنا أنا شايفه صح الصح وعشرة على عشرة معظيم سلام ويعني انت فعلاً ابتدت تحط رجلك على الطريق الصح هي الموضوع اللي هنقوله شكراً فيه في واحد كانوا طلعوه زمان كده قالوا له تعالى نطلعك يوتيوبر علشان تنقل الكلام بتاع قاناة الجريء شكراً أكلمتكم عليك زم مرة وكلكوا عارفين وتقلد الكلام وتقوله ده نيوم الصبح يبطي يمتدي للناس تخفوا من عند قاناة الجريء وتطلع عمدك وتلمع عليه شوية ستات فاضية ومبقى اليومين دول تلمع للناس اللي المطاريين بتوع قاناة الجريء اللي احنا طردونهم يبصر خبر من هنا وكمان دخلوا في موضوع اللجان عشان يعملوله أميريا يحطوا له الفلوس في موضوع المشاهدات الوهمية عشان بدل ما يشوفوا مثلاً ألف يشوفوا 12 و14 أنا أتمنى الخير يا رب يكون الفلوس اللي بتجيلك من الطريق ده دخلة بكل الخير عليك ولكن في وقت من الأوقات حاصل يعني قبل كده كان فيه كان ممكن نقفلوا الخناة بسبب شيء معين وتدخل الناس وقال له ده غلبان وعنده ظروف خاصة جداً مش هقول عليها يعني وسبنا الموضوع وانسيت خالف لحد ما انتحكت عليه شوية ستات وقال له إيه قطل عشت وهجم خالة الجريء كده هترضي سيدك وممكن يطلعه في خنازة الزمالك أو ممكن يزودولك الفلوس معرفش يوم دايماً كده بيروحوا للناس وقال له بس حاجة مقالة الجريء وسيدك وتجرسك فلان الفلاني هيزبطك يعني فطلع حاجة أنا ما سمعتش الفيديو الأستاذة تريز لها كل المحبة والتأدير هي قالتلي بالصدفة كده ما يمشى في فيسبوك وقالت بقول كذا كذا ما تبعتوا ليش ما بحبش أسمع هذه القزرات لكن أنا طبعاً لمعت في أحد الفيديوهات ثم اتصلت بي زوجته الأهلوي المحترم جداً 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 واتفعت معي لتظروفه الخاصة والنفسية والصحية لا تسمح أن ندخل في المواضلات وأن تزل وأنا كلامها على أدماجي وأنا مستمر يعني أنا مستمر لأنني لو اتكلمت مش هخلي يطلع تاني وأنا ساكت ولكن الحقيقة بقى إننا هنا بنشكر المستشعر المقتدى مصر اللي هزقه في الفيديو الأخير بدع مجد عبدالغاني هزقه ومرمط بكرامة الأرض هو وشوية العيال عساب رأيي المستشعر المقتدى هو اللي قال مش هل اللي بيدربه الأخبار لكن هزقه هو بالذات على قصة تأليفه يمكن لسه الفيديو بتاعه موجود ولا تلاقي يعني ما موجود وقال لك بنشارق في الزمالك من نسل التسعين في المية ومقتدى قال لها وقال له يعني زي أنا أرفان منك بطلوا قرب بقى بطلوا أنا لو منه أنا أقسم بالله أقسم بالله يعني ما طلعش تاني ما ظهرش تاني بعد الكلام اللي قاله هو بيحاول إرادة المفتدى منصور بيحاول إرادة أمير وبحاول إرادة خالد وبحاول إرادة صافي وبيحاول إرادة أسياده يعني وميكي ماوس شوشور فنسميه شوشور عشان ما قولش يسم بيحاول إرادة الناس دي عشان ممكن يطلع بتشيرتي ممكن يطلع مرة يتصدفوه في لقاء مرتضى منصور هزقه مرمب بكرامة الأرض وقال له دي آخر فرصة لي وووو في يا جماعة أنا بشكر مستشار مرتضى منصور لأنه هنا ما بيحبش الأكاذين النقطة الأولية هو لا يرضى بالأكاذين الناس اللي تضرب الأكبار ده شيء كويس هو واجه كلامه كل الولاد قال الولاد العالي اللي بتطلع في اليوتيوب برد ما تضربوش وما تهجموش اللعيبة واللي قاعد قاعد واللي ماشي هنكرموا كان كلام تعظيم سلام المرتضى منصور وحييه وحييه خلن ندخل على قضية تأكيد موقع رحيل منشار ممكن أنا في الفيديو الأخير قلت منشار إيه يقعد في مصر يقعد يسافر بره يروح قطر يروح ده هو حر طالما هو ارتضى انه يسيب نادي الزمالك ولكن مستشار مرتضى منصور في الفيديو اللي طلع مع مجد عبدالغاني ولا أنا أعتاب عليه انت قلت أنا رجعت في قناة الزمالك وأنا رئيس مجلس دار قناة الزمالك الصور ما شوية أحمد هو رئيس مجلس دار احنا مش عارفين مين رئيس ليه بتطلع في القناة بير السلم دي ويقعدوا يحرقوك ويا ودي المعدين بيحكلنا يعني ما صغر نفس اطلع في قناة الزمالك وإحنا قلنا فرحنا بعودة قناة الزمالك لنادي الزمالك من أجل مرتضى منصور يبطر يطلع في قناة بير السلم فظهر ما عرفش الصبح ولا مجرح بالله في قناة واتكلم عن قشف بن شارقي بالذات وإن قشف بن شارقي قال له كذب اللجان قبل كده إنه كانش فيه شرط جزائي ولا حاجة مرتضى منصور ولا يدين اللجان الصرق يعني حضرتك عارف إن ما فيش شرط جزائي لما جددت لهش ليه طب لو هو اتصل بيك زمان وقال لك ثم بيجزبه طب قل له ليه ما تجدد زمالك قال له ما لكش علاقة باللجان تجدد لما خلص ورجعت وقلت في اليوم الانتخابات والفيديو موجود أنا لو نجحت هجدلكو دنيا يوم مجدد يعني في قصة في قصة كده يحتى وحشة يعني مرتضى منصور من قبل من الجان شغالة بيحرد اللعيب عن أنها متجددش بالنادي ساسي ومن شرقي والكبار من أجل أنه هو زمالك يقع الريحة واضحة في كلام مرتضى منصور ويجب أنه ينقي نفسه من هذا الكلام أو يتوقف عن الكلام لأنه لما يطلع في برنامج يقول الكلام أعتقد أنه لا يجانبه صعب اللجنة اللي فادت جددت لعبة كتير وجددت لزيزه وجددت لناس كتير مرتضى منصور ما قدرش يجدد لفرض الشراب لاعب لا هو ولا أمير فحرام الظلم يعني حرام الظلم وحرام على كل حال بين شرقي رايح الأهلي رايح برامينز رايح بره خسرنا يعني سقل كبير في نات الزمالك والخطأ الأول والأثير يقع على مجلس درع الحالي اللي بتولى المسؤولية اللي ضحك علينا وأتكلنا البطاطا ولم ينجح في التجديد لأي لعب وهو الفاشل الأول لأنه ضرر إيه ضرر أنت توفر المناخ الكويس توفر كل حاجة مش قادر أنت تتجدد بفرض الشراب لعب ارحل ارحل التاريخ مش هيسيبك والنوبور مش هيسيبك والجماعية الأممية مش هتسيبك فيها حاجات كتير انت بتعرفش إيه اللي بتتخطط فأنا بقولك بكل بساطة ارحل بالنسبة لموعد رحيل للأشرف في الشرق ان شاء الله الزخاء اللي بعتلنا أشرف في الشرق وعد حسب كلام قدرت الزمالك إنها يلعب ماتشي الأهري 21 يوليو في نهاية كاسناصر وبعدين يرحل بتوفيع أشرف هنخسر كتير أتمنى يا رب أتمنى يا رب يضع معي يا رب تحسن منجزة مكون وتغير إما إدارة الزمالك وتيجي إدارة استطيع أن هي تتعاقد مع أشرف في الشرق أو هو يحن على جمهور الزمالك ويبقى في الزمالك أشرف في الشرق مقصرة كبيرة زيه زي طريق حامد اللي أقول لكم مفاجأة كبيرة جدا في ملفه اليوم كلام ده من قناة الجري على اليوتيوب هنقول مفاجآت خطيرة في ملفه اليوم على كل حال فشلت إدارة الزمالك في في التجديد لأشرف في الشرقي وربما تنجح قدية مفاجأة إن هي تقتب أشرف في الشرقي ولن يكون قطر ولن يكون تركيا المهضوعة في يد أشرف في الشرقي فقط لغير مش هتفرق كتير يعني المستشعر المتضم منصورة زي ما وقت لكم طلع في قناة عطوة اسمه الشمس مع الكابتن مجد عبد الغني الصديق المحترم طبعا وقال إنه لماذا لهم يتم اعتماد الآهلي خسرا أمام المحلة بعد تحام الجهور حلوة أو الكلام وقال إنه في مجاملات للنادي الآهلي حلوة أوي وهاجم التحكيم وهاجم لجنة الأندية وهاجم مش عارف مين سؤال بس يعني لو أنا وإنت والجمهور والبتاع شايفين الآهلي أخطأ في موراة المحلة وجمهور ونزل وتصوروا كلنا الشغلة الأندية وشغلة الناس المعترفة بيعترضوا بيقدموا طعن بيقدموا عبر المايك والعبر الرسائل والبلاغات والبيانات والاعتراض يروح يقدم اعتراض رسمي ويطلب التحقيق ولا هو كله كله كلام بندي جرعات مهدئة للجمهور بس اللي بينه والنادي الأهلي ما تقلعش عن البيبو يتنزل بس على القضايا وانا مش هفوت لك دي وهفوت لك كهربا وهفوت لك ماتش المحلة وهفوت لك ده هو كلام بق ولا كلام عمل هتو بيقول لك إبراهيم بق بطلع إبراهيم بق وكان بيعمل النجاحات وكان بيجدة العيبة معا أن أنا ما بحبوش خلص يعني ما هو بق وبق جاي منين الكلام اللي ما فيوش أفعال بق أنا مصخرة إنجازاتنا يفعل أنا بشد على دين مهتدى مخصور أنه هو هاجم الناس اللي بتضرب في الإعلام زي الراجلية ده والولاد العمليين يخعق في المصافقات بشد على إيده بشد على إيده إنه هو بيطالب بحقنا باعتماد الأهلي خسراً بس الكلام ده بؤ ولا تنفيذ هو هذا هو السؤال نتمنى أن يكون تنفيذ ويهي المصدر المتددى المنصول يحط في صفحته اللي بقت لمصدر الرسمي لأطبار نادي الزمالك أو يطلع يعني يبعط لأي برنامج الوصائح التي تثبت أن النادي الزمالك قدم اعتراض بالفعل على مباراة الأهلي وليس كلاماً في الهواء قدم اعتراض رسمي لأنه يجب اعتسام لأتيجبة المباراة والخسارة بالاتفاق طبعاً مع نادي الزمالك اللي قدرته قوية ورائعة ومحترمة وبتتخذ خطوات فعالية للحفاظ على قول النادي في الوقت إنه نحن بنقضيها كلام ابن عام عبدالسلام مرتضى منصول كمان اتكلم عن قضية المعارين كلام جميل وكلام معقول ما قدرش أقول حلاجة عنه تعظيم سلام يمع المستشعر وقال لك كل المعارين راجعين بس هل حقيقة ده كلام ولا تهدئة ولا صفقات إحنا منتظرين إنت اللي قاعد في الإدارة وإنت اللي هاتف حاسب إحنا منتظرين فأتمنى يا رب لو نشد علاق دي ونقف جنبك ونسندك ونرفعك في أكبر منصة ونقول لك يا سلام يا سلام جبت حق الزمالك وهو ده الكلام بس الكلام إن أنت لما تجيب الحق تاخد تعظيم سلام مش هو هنقضيها كلام في كلام كل المعارين هيرجعوا ياريت 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 مش عايزين منك صفقة دهو بقول هلك بالبلد رجع لنا المعارين والله هتبقى راجل وسيد الرجالة وتبقى رئيس التاريخ النادي الزمالك أما إذا كان كلام ابن عبدالعب السلام فأرجوك يعني شوية احترام شوية احترام الجمهور مش هيهدى العينام يا معالي يا المسلشان كمان قال في مدخنته ان لجنة المسابقات وش عارف ايه وتكلم على طرد سيد عبدالحفيز واضطرت تلات مرات في شهرين كلام جميل وكلام معقول حيب وقب ولكن هل قدمت اعتراض هو ده السؤال كلم عن عمر كمان عبدالواحد لعب ومهند لعب طرق الجيش وانهم يضبوا زمالك المسلم المقبل وانا من هنا بأكد ان كلام مستمر المستدى منصور استهلاك من اللاعبان موجودان مستمرا ملان يستطيع الوقوف امام طلعق الجيش اللي جيتسنده مؤسسة الجيش تاعد الدولة مش هستطيع طلعق الجيش لو عايز قلب الزمالك ياخده هياخده وانت هتبارك واتوافق موضح داشتك طلعق الجيش ورقه الجيش جيش البلد وبالأمر اما يكون لعب عنده تاعده هترجعه يعني بصراحة مش هترجع انا بقول اهو انت بتقول هيرجع ونبقى المية في المية مش هيك كمان عمر كبال عبد الوح مش هتقدر على فيكش ولمحت الفيفا ولمحت الفيفا ولمحت الفيفا والله ما هتقدر وكله كلام اقسم بالله العظيم كله قال كمان ان الزمالك ابرم 8 صفقات وحنا لقات النهاردة بقول بس قولوا لنا رباط جازمة لعب انهم توقعتوه ما يقول لليوتيوبر والناس اللي بتاع اللايفات والناس اللي انتم قبضونهم وبدلهم على بالكفتة والتشرفتات بيقولوا كل الكلام ده كل يوم وما فيش هكي حاجة ما احنا عايزين نفرح يا جماعة احنا عايزين نفرح نسمع النهاردة زي ما بتعلونه اللي في العايبة ماشية وفي بعايبة حتى لو وقاها بلاش مرازين وبتخربوا في الفرق فرعون ان انتم جبتوا فردة شراب لعب او رباط لعب بالنسبة لطريق حامد حسبنا الله ونعمل وكيف في اللي بيزدون واحنا بنقف وراء طريق حامد واي لعب طالما في كذا واحنا من قلش المعلومة زي ما كنت في حوار مع قهد الاعلامين والخبار ومن قلش المعلومة غير ما نكون متأكدين طريق حامد مظلوم وطريق حامد محتاج علاج وطريق حامد راجل وطريق حامد النفس يبقى في الزمال لكن اللي تعمل معاه بصراحة عابلية هقول لكم في اخر الفيديو على فكرة طريق حامد وحسن هقول لكم ما خل كتبوا أستاذ حسن شحاتة يقول فيه توضيح مهم معلش مش دفاع عن حد أو تبرير أو شيء لكن علشان كل واحد ياخد حق طريق غلطان أيها غلطان إنما لازم الأمور توضح وهو كمان يطلع يوضح لأن اللي بيحصل ده أهواء شخصية ومواقف شخصية تجاه اللي عادي مش مؤكل الدفاع عن طريق لكن اللي حصل لا يقبل من أي حد تجاه العائب بحجم طريق حامد في وجود زيزو والوينش أثناء الكلام عند عديد العقود إنهم لازم يشيلوا الشرط الجزائي الحوار والقصة قادية والكلام طبعاً لأستاذ حسن شحاتا اللي شاهد عيانا عن الواقع بيقولك الحوار والقصة أثناء الحديث أثناء الحديث تحدث أمير مبتضى بطريقة مش كويسة مع العيد وفيها نوع من العنجهية والاستفزاز وبعدها تحدث زيزو وقال له لا أنا معي عقد مش هيتغير وقال له لا دي السياسة الجديدة واللي هتمشي وهتطبق على جميع هنا ده كلام زيزو زيزو حتى حدث معه قال له لا ده مش هينفع قال له خلاص اطلع تكلم وعرف الجمهور أمير اللي قال له يعني أمير قال له اطلع تكلم وعرف الجمهور إنك رافض قال له لا اطلع انت وقول إن أنا مش في احتياج اللاعب وانا همش دخل طارق وكان أمير في مكتبه وكان جالس بطريقة مستفزدة وتحدث مع طريقة غير رائقة وكانت الأمور هتطور للتشابه وخرجت الألفاظ منهم لو لا تدخل الونش وزيزو بعدها خرج اللاعبين من المكتب على التمرين وأمير ذهب لرئيس النادي وقال له بالنص طارق حامد ما يقعدش في النادي تاني كلام بقى الراجل كتب المقال أساس حسن شهاته بيقول أنا أتمنى طارق يطلع من نفسه يحكي الحوار والقصة دي لأن الجمهور من حقه معرفة الحقيقة للمرة الأخيرة ليس دفاع ولا أنا محمل ولكن الزمال الكبير والكلام ده طبعا بيقترب من الكلام اللي احنا وضعناه أكتر من مرة إن أمير بيحارب النجوم وأمير مش عايز نجوم في الفريق وبتعامل معهم بعنجاهية هو أمير سبب تطريق أغلى اللعبة اللعبة وبالدليل للراجل اللي حدث الوقاعة والكلام طبعا لزيزو وللوينش أيضا في هذا الملف بيؤكد هذا وطريق حامد لدي الكثير اللي هيحكي بعد خروجه من نادي الزمالك وليزبط مين اللي بيطفش اللي عايبة من نادي الزمالك ويصالح مين هل صالح الصفقة مع الأبيب وعشان التنازل القضائق هيبانف بيام الجائية وهتضح كل حاجة هل صالح تخريب نادي الزمالك أنا شايف إن أي حد بيشتغل في نادي الزمالك هو بيشتغل عند نادي الزمالك مش بي عن جهية ثانيا أمير ملعب شكور وفشل في قطاعات الناشئية وفشل إدارية ولما طلع حتى لما طلع ما حدخل قريب مش فكر أسماء اللي عايبة بيبدأ اسم اللي عايبة غلق يقول له محمد ولا محمود مش عارف أسماء اللي عايب الزمالك وفترة التانية الأمير مش مظبوطة أنا كنت بحب أمير وكنت عايزه بقرأس النادي والشباب والمتعام ولكن راجع مش مصبوط وطالما راجع مش مصبوط مش هسنده لأن أنا الراجل عند ضمير لو لا قدر أنه يشغلني في اللجان ولا قدر أنه هو يشتريني لأنه أنا عارف أنه إيد نضيف هو نساني نضيف ولكن بتخرف الزمالك ليه يا أمير ليه بتعامل اللي عايبة بعنجهية ليه مواهب حضرتك ربنا ما تدلكش مواهب في حتة الكرة احترم بقى مهورة الآخرين يعني بكل صراحة الموضوع التاريخ لا يرحم والحساب لا يرحم وخصص كثيرة لو اتكلمنا فيها والله والله في ناس ما هتباد في بيوتهم يعني خلي خلي أقاب ربنا أشد المعيحة مهم مصر جرام وطالما مصور سأله مجد عبد غاني وقل صفقات إيه قال له كل المراكز في كل اللعبة عرس المرمى في كل المراكز في كل اللعبة ولم يستطع أن يجرؤ أن يقول اللعب لأنه نعرف طبعا إذا اللعب هتطلع اللعب وهيكذب لأن لا يوجد أي لعب وقع لنهج الزمالك لا يوجد أي صفقات لنهج الزمالك الزمالك فشل في التعاقد وبيهدي أفضل لعيبة نكبار الأندية في مصر ووطن العربي واخسارة يعني اخسارة 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 عن عيش أيام سودة السبب فيها هي الصفقات والتنزلات من أجل الاستمرار على الكرسي ومن أجل نحن نحاول نبوس إيد إيه اللي هيسجلنا يا ده الأسف فشل رهيب لكن أتمنى طبعا أتمنى كل قلبي أنه أنا بعشق طراب نادي الزمالك أن كلام مرتضى مصور يكون مظبوط ويرجع اللعيبة المعارين والله يعني هنشيره فوق دماغنا ونلف بيه أن يلجع كل اللعيبة وأنه يحاول يحاول يعني ومن ثانيين فلوس مصطفى محمد ومن ثانيين فلوس مصطفى فاته وحذرنا من الزمال وليتقول لكم لأول يونيو وآخر يونيو هتجي الفلوس وطلع طبعا بعض اليوتيوب القبيدة مع أن فيهم ناس محترمين وصحفيين وعالمين بيشتغل في دعوة العربية ولكن طبعا عشان يرادوا أمير ويرادوا مبتدى ولقود ببرنامى في فنات الزمالك للأسف أو يكتب مقال في مجالة الزمالك للأسف طلع يجذب عن الناس والفلوس راجعة وخدوها مني قرب نهائي والفلوس راجعة من الثلاثين ورافع الإقاف مع إنا هنعرفين من الزمالك الإقاف طبعا نترافع عليه ولكن احنا معرضين الإقاف الثالث طبعا هو ما قدرش يقول كده ما قدرش يطلع يعمل حلقة هو وغيره مع كل احترام والتأدير أنا محبوب كلهم طبعا بالذات الإعلامين اللي درسوا ويشتغلوا مش الناس بتاعتني من دون بس اطلع أقول حقيقة الواجهة لا سيبك منك تشغل في الزمالك ولا أمير هيرضع عنك ولا يطلع رئيس النادي ولا كان هزعلان منك في حد تل نص سيبك رعي ربنا رعي ربنا أهم من أي شيء اطلع أقول الزمالك معرض الإقاف اطلع أقول جلد أسراي معروف عنه عالميا أنه هو يعني أنه هو بيزل الناس على الفلوس وعندهم طريقة والآخر اطلع أطلع الزمالك هتبسئ دوما أنه تقصت الفلوس نحن يعني تجربنا زي فهم اطلع أطلع الزمالك مستنية الفلوس دا وفي فلوس دا عشان تقدر تعمل السفرات ومش مش هتقدر تعمل أي حاجة على كل حال نتمنى كل اللي لقاء المقتضم اللي لقاء المقتضم وخلاص طبعا الناس كتير طلعت في الجوانب الأخرى كذبت الكلام دا والعجبان مستمران مع الفريق الموسم الثاني ولا احنا في حل من هذا الموضوع خمان مستشار مرتضى موصول بهاجم سيد عبد حفيز بشدة مش عارف هو بيحب يفتح جبهات يعني أنا مش يعني أنا أقول إيه قدم اعتراض لجنة مسابقات للمحكمة الرياضية يعني يعني فيها واقعة مش كلام يعني هم حتى دلوقتي يفتح دلوقتي يرد عليه ما تردوش عليه هيتسجن هيتسجن ما يتمشوش كلام ما حدش يطلع يرد عليه في أي قنوات الآله أو اللي بتاع ذلك أصوه بيبتدي بالكلام ويمتدي الكلام شكل لا وحش بالنسبة للناس يتسأل على فريق الكورة عشان نطمنكم على فريق الكورة ما ناخدش الكلام في القضايا من الفريق الكورة جاهز لمباراة المقاولة العرب في الدولي الممتاز جابت المحمول عليها نجم الفريق إن شاء الله هيشارك في هذه المباراة وهو خاد التدريبات التأهلية ويشوفها تماما إن شاء الله يرحق في ماتش المؤولين بإذن الله غير عامل برنامج لكل اللعيبة الزماليك عنده الماتش المهم بتاع المؤولين يوم 12 يونيو الجاري في الدولة الربعة عشر للمسابقات دولي الممتاز إن شاء الله الفوز يؤكد استمرار الزماليك وزحقه نحو القمة وأنا الآن من هذه المباراة جدا 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 إن الأهل اتهزم الماتش اللي فات وأنا عارفين إن التحكم بيحاول يوزن المواضيع أو لجنة المسابقات ربنا يستور ويعدل أيام على خير وإن التحاد الكورة كمان في غلايان وبيحابوا يشغلوا الناس وأواضي الآيو الزماليك بعيدا عن الكورس اللي بيعملوها وأكبر كارسة عاملنا طبعا التعاقد مع مارك كاتلبرج ده مسؤول ملاف تطوري الرحكام اتعاقده مع واحد هو متعاقد حاليا مع الاتحاد اليوناني يعني شغال في حتة ومضى معه متعاقد مع الاتحاد اليوناني حاليا إزاي أنت اتوقع مع عقده السريح حتى الآن كمان هو عامل عقد يكون محلل في كأس العالم القادمة في قطر محلل تحكيني في كأس العالم القادمة ده يعني عامل ثلاث عقود وضرب عقد مصر في النصر رجوع قرارات طبعا في السعودية مشي في مفضيحة هذا الدنيا مفضيحة وصالوا الاتحاد اليوناني عنه وشوفوا حكيتوا هل تشغل معنا ولا يشغل في قطر شوف الموضوع ايه ربنا يسر علي جاي بالنسبة الاتحاد الافريقي مخد عدة قرارات مهمة بتخص البطولات الافريقية سواء المستوى الأمنية أو المنتخبات اتقرارات دي من المفرد فيها بقناة الجارية هيتم تأجيل انطلاق كأس الامم الافريقية القادمة في كودفار من يونيو عشرين تلاتة وعشرين الى يناير عشرين اربعة وعشرين واعتقد ده يكون مناسب جدا للكون المسجر نهاية دورة ابطال الافريقية والفونكو الفدرادية هيكونوا من نسختين مباراتين زهاب وعودة يعني خلاص ما وضوع الماتش اللي حصل بتاع الازمة تعلقالي مش هتكارر هيبقى ماتش زهاب وماتش عودة كمان هيبقى فيه نسخة دوري الصوبر الافريقي بدلا من دور ابطال الافريقية بداية من اغسلس عشرين تلاتة وعشرين اي عقب النسخة النهاردة خبر احزني انا شخصيا لان المجال الرياضي بقى مجال مؤرف جدا جدا وكله في المحاكم قيام ادارة النادي الآلي بالحجز على منتلاكات وارصدات النجمة الكبير واللعب الدولة المحترمة عبدالله السعيد حيش عجزت البنوك اليوم على ارصدات وحسبات ودائق عبدالله السعيد نين فريق بيرامدز وذلك نفاذ عن الحكم النهائي الصادر في الدعوة التحكمية رقم 16 لسنة 2022 مركز التسويع التحكم الرياضي وفاق اللي ببلغ 2 مليون دولار امريكي بالاضافة الى المصروفات ورسوم التبني ادارة النادي الاهلي بخيادة كلفة المسشار محمد عثمان باتخاذ اجراء قانونية ضد اللاعب اللي تحايل على تعاقده مع اهل المصري واهل جده وقام فسخة تعاقد مع النادي السعودي وتقريبا هو كان مستند على الاخ الممول السعودي ما بحب اقول اسمه انه ساعد مجدخل الرياضة المصرية والفن المصري خربهم فمش عايز اقول اسمه مع كل اللي احترام التقرير لأهلنا في الممول العربية السعودي الغريب انه النازمة تربط حاليا بين عبدالله السعيد وانه ييجي الزمالك عبدالله السعيد مخلص يا جماعة زمالك اللي فضع عبدالله السعيد كلام اكذيب وكلام تهريج يعني حسب الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتدرب اخبار عمال على بط معاي حاجات كتير والله عايز اتكلم فيها ولكن مش عايز تطور حضرتكم ولكن ان شاء الله كل الخير لنادي الزمالك العظيم ان شاء الله نكون معكم بعد يوم او اثنين بالكثير من الملفات هنأجل بعض الملفات الان لان هناك مفاجآت في شهر يليو قولوا يا رب وعتندق اشكركم وعراكم على سبيل اشتركوا في القناة